بدأ العد التنازلي لفترة الستين يوماً أمام الكونغرس الأمريكي لاتخاذ قراره بالمصادقة أو رفض الاتفاق النووي الذي تم التوصل عليه بين إيران والدول الست الكبرى يبدو أن مهمة إدارة الرئيس باراك أوباما لن تكون سهلة لإقناع المشرعين في الكونغرس بضرورة التصديق على الاتفاق النووي حيث يستضمون مع موقف معظم الأعضاء الجمهوريين المعارضين للاتفاق وبعض الديمقراطيين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والبعث السياسي محمد السبتي وينضم إلينا من واشنطن أيضاً أستاذ القانون الدولي بجامعة جورج تاون الدكتور داود خير الله أذكركم مشاهدين أنه بإمكانكم أيضاً أن تشاركوا معنا في هذا النقاش من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحباً بضيفي دكتور داود خير الله سأبدأ معك مساء الخير بداية بدأت على ما يبدو اليوم المداولات في كونجرس جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ اليوم شاهدنا السيد كاري ووزير النفط ووزير الطاقة ووزير المالية يدلون بإفاداتهم هل نتوقع معارضة شديدة في كونجرس لدرجة أن المصادقة على هذه الاتفاقية قد تكون في خطر المعارضة الشديدة متوقعة للصهاينة في كونجرس رصيد ضخم يفاعلونه بكل ما أمكن منطقات لقد قال بات بيوكانن أحد الجمهوريين الذي ترشح لملصب رئاس جمهورية يقول أن الكونجرس أرض إسرائيلية محتلة وهذا ليس مغالات كبرى لكن ونعلم أن الكونجرس بشقيه يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ الحزب الجمهوري مسيطر عليه وهناك شبه إجماع بين الجمهوريين ضد هذا الاتفاق اتفاق فيينا مع إيران فمتوقع أن يكون هناك نقاش جدي وعنيف ولكن من المستبعد حتى الآن أن يحصل هؤلاء على أكثرية الثلثين لأن باستطاعة الرئيس أوباما وقد وعد أنه سوف يستعمل حق الفيتو فيما لو عارض الكونجرس هذا الاتفاق ويحتاجون إلى ثلثين في الكونجرس بمجلس النواب ومجلس الشيوخ لكن يبدو أن المعارضة ليست فقط من الجمهوريين دكتور خير الله هناك بعض الديمقراطيين أيضا ممن على الأقل مترددين في مسألة دعم هذا الاتفاق ما الذي يجعل هؤلاء وهم حزب الرئيس يرفضون الاتفاق في فترة من الفترات يشعرون بذلك لأن هناك نوع يشعرون بأنهم مدينين إلى قوى كانت قوى مالية أو إعلامية أو سوى ذلك بإيصالهم إلى مركز مجلس نواب أو مجلس الشيوخ للقوى الصهيونية الضغطة هناك قوى هائلة يعني يتمتع نتنياهو بالكونجرس الأمريكي أكثر ما يتمتع أوباما بولاء وقد أظهر ذلك في الوقوف إعجابا 29 مرة و26 مرة وإلى آخره عندما خاطب الكونجرس فلا يستهان بالقوى الصهيونية هنا وبعضهم يشعر بالتزام يعني أما يهودي صهيوني أو أنه من المحافظين الجدد وهذا الاسم الفني للصهيوني بأمريكا لذلك متوقع أن يكون هناك بعض الديمقراطين ولكن بالرغم ذلك من قام بنوع من جردة حساب بين الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين والمعارضين لن يتمكنوا من الحصول على ثلثة الأصوات هذا هو الواقع حتى الآن إذن أرقام تشير حتى الآن كما أشار الدكتور خير الله إلى أن هذا الاتفاق سيتم إقراره حتى لو اضطر الرئيس أوباما إلى استخدام الفيتو لكن تأمين الثلاثين ضد الاتفاق سيكون أمرا صعبا طيب سنتقل إلى الكويت مع الأستاذ محمد السبتي مساء الخير أستاذ محمد مرحبا بك معنا بينما نتابع المداولات الآن على مدى الستين يوم أو أقل بقليل القادمة في لجان الكونغرس هل تتوقع أي تغيير أي شيء يمكن أن يعرض هذا الاتفاق للخطر وفي نهاية المطاف لا يتم إقراره من قبل الولايات المتحدة على الأقل يعني لعلي وتعقيبا على كلام ضيفك الكريم عندما قال أن مروره متوقع بل أنا أقول أنه حتمي وليس متوقع فقد جاوب الرئيس الأمريكي قبلنا عندما أشار منذ بداية توقيعه لهذا الاتفاق أنه سيستخدم حق الفيتو للوصول إلى أقراره الواضح أن البيت الأبيض ينحو جديا نحو توقيع هذا الاتفاق والمضي في إنجازه خلال هذه الفترة مهما كلف الأمر من حلفاء مهما كلف من ثمن داخل اللوبي الصهيوني في أمريكا مهما كلف من ثمن بالنسبة للرئيس أوباما أقول الجواب للرئيس عندما أشار مستبقا كل الأحداث بنيته استخدام هذا الحق المتاح له قانونا ودستوريا باستخدام حق الفيتو تجاه أي عرقلة من الكونغرس هكذا تبدو الأمور وأعتقد أنها ليست بحاجة إلى جواب أحد لأنه قد سبق وأن جاوب عنها الرئيس الأمريكي سأود ليس لك بعد قليل أستاذ محمد عن مسألة أمور أخرى ليس لها علاقة مباشرة بنصوص أو بنود الاتفاق ولكن لها علاقة بدور إيران الإقليمي وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا على مسألة المصادقة على الاتفاق ولكن أعود إلى الدكتور داود خيرالله مرة أخرى كان من اللافت بعض المواقف من أعضاء الحزب الديمقراطي دكتور خيرالله العضو الكونغرس إليوت أنجل وهو الديمقراطي وأحد أبرز المؤيدين لإسرائيل قال اليوم أو دعا إلى ضرورة القيام بعمل مسلح لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي إذا باءت جهود التوصل إلى اتفاق معها بالفشل وقال بالحرف الواحد البديل لصفقة نووية مع إيران هو بكل تأكيد نوع من الهجمات العسكرية على مفاعلات إيران النووية هذا كلام يأتي من أحد أعضاء حزب الرئيس يعني هل هناك بالفعل صقور داخل الحزب الديمقراطي ينظرون إلى هذا الأمر بهذا الشكل أم ربما كما أشارت غوط يتعرضون لها سواء من اللوبي المؤيد لإسرائيل أو غيره هناك في الكونغرس أكان في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري من يشعر بولاء لمصلحة إسرائيلية قد تفوق ولاءه للمصلحة الأمريكية لكن بالرغم من ذلك يعني النقاش الذي جرى ويجري وسوف نعيشه في الستين يوم القادمة سوف بالنتيجة يقضم من رصيد الصهاينة ورصيد السيد نتنياهو بشكل خاص لأن لا بد للأمريكي المثقفون الأمريكيون وهناك مئة ديبلوماسي محترمين وقعوا على أريضة وافق على هذا الاتفاق وكبار المفكرين باستثناء مثلا كيسنجير ومن شعوره صهيوني مئة بالمئة كانوا مع هذا الاتفاق ولا يزالون ثم العالم بأسره بمجلس الأمن اتخذ مجلس الأمن قرارا ملزما يدعو فيه الدول جميعا والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية لتطبيق هذا الاتفاق ويدعو فيه إلى رفع العقوبات إن النتيجة الطبيعية يعني العالم سوف تشعر الولايات المتحدة في عزلة إذا ما بقيت خارج هذا الاتفاق لأن حلفاءها وقعوا وسوف يلتزمون بما قمت بفرنسا وإنجلترا وسواها فبدون الاتفاق كانت عملية العقوبات بدأت تفقد فعاليتها الآن الخيار واحد بين اثنين إما الحرب كما يدعي إنجل ولا أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد حربا وهذا حدث امتحانات عديدة عندما كانت هناك ضغوط لدخول الولايات المتحدة في حرب على سوريا في قصف بعض مواقع سوريا كان الشعب الأمريكي بغالبياته الساحقة ضد ولا يزال الشعب الأمريكي ضد الانخراط بأي حروب في المنطقة أو خارجها لذلك أستبعد جدا أن يكون أنجل ما يشاءه أنجل هو ما تشاءه إسرائيل ولذلك الحقد على أوباما والإدارة الأمريكية لأنها خرجت عن نطاق التلاعب الإسرائيلي في الإمكانيات العسكرية الأمريكية في المنطقة طيب أستاذ محمد البعض كما كان متوقعا من أعضاء اللجنة اليوم في مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية أثار مسألة دور إيران وتدخلات إيران الإقليمية في عدد من الملفات سواء في سوريا في العراق في اليمن في لبنان غيره ولكن السيد كاري وزير الخارجية على ما يبدو كان يحاول التركيز ويقول أنه الاتفاق أو خلال المفاوضات لم نتطرق إلى هذه الأمور هل برأيك بالفعل هذه الأمور لم يتم التعامل معها خلال مفاوضات فيينا؟ البعض يقول أن هذه هي الأمور ربما التي كان الحديث عنها بشكل أكبر ولكنها لم تظهر بشكل مباشر وبشكل واضح في هذه الاتفاقية ما رأيك؟ إن كانت طرحت لكن المشكلة في عدم الإفساح عنها لعلي أنقل وجهة نظر الشارع السياسي الخليجي بإختصارا هناك مجموعة حقائق يجب أن تذكر يتداولها الشارع السياسي والمهتمون في الخليج واحد أننا لسنا أوصياء على إيران ولا على الغرب أيضا لكل دولة أن تتخذ ما تشاء لتحقيق لمصالحها فلا ندعي الوصاية على أحد لكن سوف أقول أننا نبتدي اليوم من حيث انتهت السياسة الأمريكية خلال عقدي من الزمن وأكثر على الأقل يعني أقول بشكل آخر أمريكا منذ عقدي من الزمن تحمل راية فرض الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية على إيران وساقت مجلس الأمن وقادت مجلس الأمن نحو هذه العقوبات كما قادت كثير من المجموعات حين فرضت العقوبات الاقتصادية على إيران كان لهذه العقوبات عدة أسباب الخلاف لا على ملكية إيران بعض الأسلحة النووية أو تخصيب اليورانيوم بل كما كانت تقول السياسة الأمريكية على نوايا إيران نوايا إيران التوسعية على دعم إيران لكثير من الجماعات الإرهابية كما تقول السياسة الأمريكية ولهذه الأسباب فرضت هذه العقوبات وتم حصار أمريكا وظل الحرب الكلامية الباردة ما بين الغرب وإيران اليوم نحن عند هذه النقطة من الذي تغير هل تغيرت أو زالت هذه الأسباب هل تغيرت السياسة الإيرانية نحو دعم الإرهاب أو نحو نواياها التوسعية في الإقليم أم أن السياسة الأمريكية هي التي تغيرت فارتأت أن دعم الجماعات الإرهابية كحزب الله المدرج في الجماعات الإرهابية في السياسة الأمريكية وكحماس مثلا لهذا أقول وبصدق كل من راقب كل تلك ردود الأفعال سواء التصريحات الإيرانية أو الأمريكية أزعم وأظن بل وأنا على يقين أنه لا أحد يفهم أبدا ماذا يدور الآن في كواليس السياسة سواء في واشنطن أو في طهران نحن اقتنعت أو أقنعت السياسة الأمريكية خلال عقدين كل حلفائها في المنطقة بل وكل حلفائها في العالم كذلك وأقنعت مجلس الأمن والوكالة الذرية على أن إيران لها نوايا سيئة توسعية في المنطقة دعني أسترجع بعض الأمور في 2003 اكتشفت الوكالة العالمية مراكز لتقصيب الإيرانيوم داخل عقر بعض الجبال لم تكن لتعلمها لولا مستندات بعض المعارضة التي تم تسريبها إلى الوكالة الذرية قبل ست سنوات فقط عندما هرب أحد كبار تخصيب الإيراني من الإيرانيين إلى الغرب وأباح تلك المعلومات التي دلتهم على كثير من المعامل المخفية داخل الجبال كانت هكذا هي الآلة الإعلامية الأمريكية أن النوايا غير صادقة في إيران أن هناك إخفاء لكثير من المعلومات أن هناك نية للتوسع في المنطقة للأسف اليوم الشواهد تصدق مثل هذه الإدعاءات أو هذه الأقوال الإعلامية وما حركته السياسة الإعلامية وخير مثال العراق لست أنحو إلى سوريا تكن العراق شاهد لا أدري ما الذي تغير في كل هذا إن كانت في الكواليس اتفاقيات أو الالتزامات إيرانية بعدم التوسع وبحسن النوايا في الأقليم وبكف يدها عن دعم بعض الجماعات التي تدعي أمريكا أنها إرهابية كحزب الله وحماس كان الواجب إعلان مثل هذه النوايا وهذه التي لا ولكن أستاذ محمد كما تعلم جيدا الإدارة الأمريكية لازالت تصر وبشكل شبه يومي على أن هناك خلافات جذرية بين واشنطن وبين طهران فيما يتعلق بالكثير من القضايا وعلى رأسها دور إيران الإقليمي وما تراه واشنطن يعني دور سلبي يؤثر على الكثير من النزاعات في هذه المناطق دكتور خير الله ما رأيك إلى أي مدى هذه المسألة دور إيران الإقليمي وعلاقته بالاتفاق النووي إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المسألة على أعضاء الكونغرس على خاصة المترددين منهم من الحزب الديموقراطي جميع الحجج كل ما يمكن تقديمه من أدلة للكونغرس إما فيما يتعلق بالمصلحة الأمريكية أو بالمصلحة الإسرائيلية بشكل خاص سوف يأخذ بعين الاعتبار ولكن ما تفعل الإدارة الأمريكية أنها راقبت ما يجري على الأرض كانت هناك وعود من قبل أصدقائها في المنطقة إن كانت الدول الخليجية التي شجعت الدواعش ومشتقات القاعدة بشكل عام أكان في سوريا أو في العراق أو سواها وأصبحت هذه تشكل تهديدا يفوق بكثير أي تهديد لحزب الله أو لحماس بالعكس الحماس وحزب الله يمكن الاعتبار أنهما يشكلان خطرا على إسرائيل يعني المطالبة بالحق العربي في فلسطين هو مصدر الإرهاب الإسرائيلي أو ما تدعيه إسرائيل بأنه إرهاب لكن الولايات المتحدة والعالم بأسره ينظر الآن إلى داعش إلى مشتقات القاعدة ويرى أن إيران تحارب هؤلاء بينما هؤلاء يساعدون من قبل الأطراف العربية كانت دول خارجية أو تركية أو سوى ذلك فالحسابات الأمريكية إذا كان هناك تغييرا في الحسابات أنه على الأرض المخاوف الكبرى الآن هي من داعش من نشتقات القاعدة وهذا حاصل ثم أن إسرائيل الآن هي الحريفة الطبيعية لجبهة النصرة الممثل الشرعي للقاعدة في سوريا فالعملية صارت مفضوحة من هو الإرهابي ومن هو المناضل لتحرير أرضه بسرعة سأستعرض بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين حول هذا الموضوع فهد سليمان يقول دعم إيران للإرهاب في العراق وسوريا واليمن وإشعال الحروب أخطر من نووي إيران عادل الشرماني يقول الولايات المتحدة تدعم إيران في مخططاتها من أجل ابتزاز العرب عبد الرحمن حديدان يقول مجلس الأمن وافق بالإجماع على اتفاق النووي ولا يهم الموقف الأمريكي منفردا إبراهيم عياد يقول الموقف الأمريكي منقسم بسبب الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين والخاسر هم العرب إسلام مراد يقول أمريكا تلعب بورقة إيران في المنطقة موسى الفاتح يقول أمريكا لا يعنيها في المنطقة إلا ضمان أمن إسرائيل مازل عباس يقول إيران سبب في الإرهاب وهي تحت الحصار فما بالنا بموقفها بعد رفع الحصار خالد السيوفي يقول واشنطن تحارب أي جهة تهدد أمن إسرائيل وهي تتفق مع إيران كلهم يد واحدة عصمة بدر يتساءل ما الذي يمكن أن تخسره أمريكا من التقارب مع إيران دعني أطرح السؤال عليك أستاذ محمد هل هناك ما يمكن لأمريكا أن تخسره من التقارب مع إيران في حال كان هناك بالفعل تقارب في الفترة القادمة كما يتوقع البعض الواضح جدا أن أمريكا أتعبها تكاليف الحصار الاقتصادي يعلم الجميع قانونيون واقتصاديون أن الحصار الاقتصادي والعقوبات قد تكلف من يقوم بهذا الحصار أكبر وأكثر ممن يقع عليه هذا الحصار ولعل أقول هنا ردا على ما ذكره ضيفك الكريم من دعم دول الخليج لداعش وغيرها لم يكن الأمر بل هذه دعايا أمريكية للأسف يروجها البعض اليوم من أن دول الخليج هي من تدعم داعش ونحن من أوائل الأناس الذين ذاقوا نار هؤلاء في دولنا تفجيرا وقتلا وحربا للأسف الدعايا الأمريكية التي تروجها اليوم من تغير في السياسة الإيرانية تجاه دول المنطقة سواء كان في التوسع أو غيرها ومن دعم دول الخليج لبعض المنظمات الإرهابية ما يستغل لترويج مثل هذه الاتفاقيات وينسى الجميع هذا العبث الإيراني داخل العراق والإرهاب الإيراني الذي يمارس داخل العراق وضد شعب العراق كما يقول هؤلاء العراقيون كذلك وينسى كذلك ما يفعله حزب الله تجاه الشعب السوري مثلا من قتل وتشريد وتفجير وينظر إلى دعايا أن الخليجيون هم الذين يدعمون مثل هذه الأعمال الإرهابية الواضح جدا وحسب ما لا يفهم أبدا من السياسة الأمريكية في المنطقة أن هذا الحصار أصبح مكلفا جدا على أمريكا في المنطقة ورغبت به تغيير يعني حلفائها داخل المنطقة تعليقا أو آمالا على السياسة الإيرانية هكذا تبدو الأمور على الأقل إلى اليوم لسنا نعلم في القريب العاجل ماذا تغفلنا الأيام سواء من السياسة الأمريكية أو السياسة الإيرانية دكتور خير الله لدي حوالي دقيقة متبقية هل نتوقع في الفترة القادمة أو في المدى المنظور أن نشهد عودة نوع من الطبيعة إلى العلاقات بين إيران والولايات المتحدة هذا التقارب الذي يتحدث عنه البعض هل يمكن أن نرى الأعلام الإيرانية ترفرف في واشنطن والعكس كذلك احتمال لكن على المدى البعيد على المدى القريب مستبعد طالما أن هناك إسرائيل ولإسرائيل مصلحة لن تتمكن الولايات المتحدة من الاقتراب من إيران بشكل إضافي المذهل أن يقوم مثقفون عرب بالنظر لإيران وأنا أعتبر أن لإيران مصالح خاصة مصالح إيرانية أنها هي الخطر الداهم وهي من يتهدى وهي من يحدد الإرهاب وسوى ذلك ونتناسى ما هو ما يفعل الإرهاب التكفيري في العالم العربي ومن أين أتى وكيف أتى وكيف انتم إذا كانت إيران هي التي تشكل هذا التهديد فالرد الطبيعي لها هو في خطاب قوم عربي مستنير وليس بخطاب مذهب تكفير إلى آخره أن لا يرى ذلك العرب يعني دخلت إيران الساحة العربية من الباب الفلسطيني الذي تركه العرب مشرعا أن تصبح إسرائيل حليفة بعض الدول الخليجية في مقاومة ما تفعله إيران يعني إسرائيل لها طاقة هائلة لخلق أصنام وتبث فيهم روح وتجعلهم فزاعة كانت أصبحت الفزاعة الوحيدة في العالم العربي هي خوف الشيعي من السني والسني من الشيعي وبالنسبة للعالم كله الخوف من إيران الذرية وكل الأدلة بأن ليس هناك أي دليل بأن إيران تقوم بصناعة سلاح نووي المهم أن الولايات المتحدة ترى ما يجري على الأرض وتتفاعل مع هذا الواقع بشكل تعتبره مصطحة لها طبعا المخاوف كما تعلم جيدا دكتور خير الله في هذا الجزء من العالم هو من دور إيران السلبي في الكثير من الملفات سواء في سوريا في العراق في اليمن في البحرين وغيرها وهذه مخاوف يعني مشروعة من وجهة نظر الكثيرين في هذه المنطقة من العالم أكل حال هذا موضوع آخر الدكتور داود خير الله أستاذ القانون الدولي بجامعة جورج تاون كان معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك وشكرا لأستاذ محمد السبتي الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من الكويت لقاؤنا يتجدد الأحد في غرفة الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر